اشتركوا في القناة السماء كل عادة نشوفها من خلال تسلسل صور القمر السيناء تقس كان شيفة عامة قليل السحب والسحب تكيفت بعد الظهر بالمناطق الشمالية والوسط كانت مرفوقة بخلايا رعدية وبعض الأمتار اللي لتقس يكون قليل السحب الريح تكون قوية نسبيا بالجنوب ودرجات الحرارة في الشمال والوسط والمناطق السحيلية الشرقية تكون ما بين 28 و 32 بالجنوب الغربي تكون ما بين 32 و 36 درجة غدوة نكونوا معنيين بظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمتار المتفرقة بالشمال وتقس يكون قليل السحب ببقية الجهات مع تواصل لظهور الشهيلي ودرجات حرارة في ارتفاع طفيف نشوفوا مع بعضنا من خلال قراءتنا التفصيلية بتونس الكبرى 35 31 بقليبيا 35 زادة بنابل 38 بزغوان 34 ببنزارة بتبرقة 34 40 بجندوبة 41 بباجة توصل 44 بسيليانة 42 بالكيف بالوسط بتيلة 41 تكون في حدود 46 بالقيروان بجهة الساحة البيسوسة والمناستير 38 المهدية 36 بسفاقس وقرقنا 34 بسيدي بوزيد 44 42 بالقصرين 45 بقفصة التواصل المرتفعة بتوزر 48 بيقبل ل 47 درجة درجة الحرارة أيضا تعرف ارتفاع نسبي بجهة الجنوب الشرقي بيقبس 40 44 بجربة 47 بمدنين 44 بتطوين و45 برمادة فيما يخص الملاحة والصيد البحري ما نتقنا تعرف منخفض للضغط الجوي الريحة تكون شمالية غربية بخليج تونس ومنطقة سيرات وسرعتها تكون بين 10 و 20 عقدة معها بيت تصل مؤقتا إلى 35 عقدة والبحر يكون مفترب بخليج الحمامات وبقية السواحل الشرقية الريحة تكون من القطاع الجنوبي الشرقي بخليج الحمامات سرعتها تكون بين 15 و 25 عقدة وتصل مؤقتا إلى 35 عقدة والبحر يكون مضطرب بمنطقة الشباب وجربة وصولا إلى خليج جابس سرعتها تكون بين 15 و 25 عقدة وتصل مؤقتا إلى 30 عقدة معها بيت تتجاوز الـ 40 عقدة والبحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب درجات الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية بالدار البيضاء 27 وتقسيكون سافي الجزائر 29 مع بعض السحب ترابولس 40 وتقسيدة يكون سافي 36 بالخرطوم مع بعض السحب القاهرة 42 42 أيضا بمكة المكرمة مع بعض السحب 41 بالمدينة المنورة 43 بالدوحة 39 في أبوظبي 40 بمسقة وتقسيكون سافي بعض السحب الكويت ودرجات الحرارة تكون مرتفعة في بغداد أيضا تكون في حدود السبعة وربعين بالقدس الشريف 36 وتقسيكون سافي بيروت 32 درجات مرتفعة نسبيا بدمشق 41 باستنبول تقسيكون سافي 34 بيروم 34 زادة مع بعض السحب تقسي ممتر ببروكسيل وجنف بريز 20 مرسيليا أمتر عدية 24 فيانا 25 مع بعض السحب بمدريد تقسى في 32 ولا شبونة 27 مع بعض السحب تتوى الوضع الجروي إن شاء الله ليمات القليلة القادمة نهار الخميز درجات الحرارة تعرف ارتفاع خاصة بالجنوب الغربي تقسيكون سافي بالوسط والجنوب مع بعض السحب بالشمال الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تتقوى نسبيا في آخر نهار بالجنوب والبحر يكون مضطرب في كامل السواحل نهار جمعة درجات الحرارة تحافظ على نفس المستويات تقسيكون سافي في كامل مناطق البلاد الريح تكون من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة والبحر يكون قليل الاتراب في كامل مجالاتنا البحرية أوقات الشروق والغروب الشروق حول الله على ساعة 25 و27 دقيقة والغروب على ساعة 27 دقيقة طرق التواصل والاتصال موقع الواب الخاص بالمعهد الوطني للرأس الجوي www.meteo.in الموازع صوتي والصفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد مواعيد الصلاة بمدينة تونس اليوم غد 3 صبح على الساعة 3 و47 دقيقة الظهر منتصف النهار و32 دقيقة العصرة على الساعة 14 دقيقة المغرب على الساعة 27 و25 دقيقة والعيشاء على الساعة 9 و3 دقائق نشكركم على حصل المتابعة والاهتمام مولي لدكم زيناء موسيقى موسيقى